لو الحكاية فيها إنا ذيك الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه سائل يسأل ويقول والله أنا نفس حج لبيت ربنا سبحانه وتعالى وزوث ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أمتلك أموالا لكي أذهب للحج فلأستطيع أن أقترض من البنك لكي أذهب لأحج إلى بيت الله نجيبك على هذا ونقول نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك حج بيته الحرام وزيارة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أولا القرض غير جائز إلا في حالة الضرورة والفرض الذي نحن بصدده وهو فرض الحج ألا وهو الركن الرابع من أركان هذا الدين القويم فرضه الله جل وعلا على المستطيعين من أمة سيدنا رسول الله قال سبحانه ولله على الناس حج البيت قال من استطاع إليه سبيله وحضرتك دلوقتي في حالتك دي أنت حضرتك غير مستطيع يعني الحاج غير واجب عليه طيب عشان أنا روح وأخذ قرض من البنك والقرض طبعا حضرتك هتاخد فلوس وهذا غير جائز لأن القاعدة الفقهية تقول كل قرض جر نفعا فهو رباء إحنا رايحين نطيع ربنا سبحانه وتعالى فلا نطيع الله بمعصية الله سبحانه وتعالى إحنا عاوزين تحر الحلال وتحر الحلال ده ربنا قال للمستطيع طيب أنا عندي خيار تاني بعيد عن أننا أخذ قرض هناك شركات سياحة كبيرة بتعمل حاجة اسمها الحج بالتقصيد لو حضرتك موظف في أي مكان وحضرتك بتاخد دخل مثلا ألفين جنيه والحج هم ياخدوا منك كل شهر خمسمائة جنيه فالحج بستين ألف جنيه وقالولك بسبعين ده بديل تاني عن أخذ القرض طالما تستطيع السداد فهذا الحج يسمى حج بالتقصيد وهذا جائز شرعا ولا شيء فيه أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك حج بيته الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام هذا والله تعالى أعلى وأعلم